مرسلنا من منغازي محمد العزومي بداية أهلا بك محمد في نشرة الأخبار وأخير المستجدات لديك بخصوص المحاور القتالية في منغازي أهلا وسهلا بك مصباح طبعا أولا محاور القتال في مدينة منغازي كما يتعلم ويألم الجميع أنهم سيطرت القوات المسلحة لأجزاء كبيرة من مناطق النزاع التي سيطرت عليها القوات المسلحة في الأيام القديمة الماضية وهي شارع الشجار ومنطقة القوارشة وأجزاء كبيرة من حي بوسنيب أما الطريقة الفاصل التي تقع بين قوات الخوارش وتقع أيضا بين قوات المسلحة ألا وهي الطريق العامة طريقة طرابلوس منغازي المروفة بالطريقة الساحلي أيضا الأجزاء اليمنى من هذه المنطقة التي توجد فيها بعض الشوارع القليلة من حي بوسنيب من نهاية منطقة غريونس وإلى منطقة غفودة بالكامل هذه لازالت تقبع تحت سيطرة الجماعات الأرهابية كان هناك قوات أيضا تحشيلة قوات قوات الجيش الوطني في تلك المنطقة لدحر هذه القوات والدخول عليها في عملية محكمة ستكون بإذن الله الأيام القادمة قادمة كما أحبرون القادة الميدانيين في انتظار الأوامر من القيادة العامة طيب على حسب الأخبار استهداف سلاح الجو للجماعات الإرهابية المتمركزة في جهة مسجد أحمد الزروق لكل من يعرف المنطقة هذا المسجد وأنت ذاهب في ذلك الطريق البحر على اليمين وتلك المنطقة على اليسار أفهم من ذلك أن تمركز الجماعة أو الجماعات الإرهابية تمركز في تلك المنطقة على يسار الطريق وتلك المنطقة بالكامل ولا يوجد لديهم أي أثر ربما أو أي تجمع على شاطئ البحر أو الساحل هم لا يتوجدون على شاطئ البحر لأنه كما تعرف أنه قوات المشاء البحرية تقوم بعمليات دورية دائمة في تلك المنطقة بالنسبة لشاطئ البحر كانت هناك أمس بالأمس استهداف زورق بحري صغير كان يريد الدخول إلى منطقة جنفودة ولكن بفضل القوات المسلحة المشاء البحرية فمكنوا من ضرب استهداف هذا الزورق ما يدور حتى الآن في منطقة جنفودة للإضاءة أكثر للمشاهدين زميني مصباح أن القوات الرهابية التي تتمركز هناك في محوري بوستنيب وغنفودة هي قليلة الحركة في النهار لأنه توجد صرايا استطلاع ويتم ضربهم بالطيران الحربي أيضا الطيران العمودية تقوم بجولات عديدة على ذلك المنطقة استهداف دائما بضربات مباشرة هم تحركاتهم قليلة في الليل ربما بغض النظر عن اشتباكات التي تقع في الصباح أو في المساء تكون هناك تحركات لديهم كثيرة ولكن حركة أصبحت بطيئة جدا لا نعلم لماذا ولكن كثرت على استهدافات المباشرة لقواتها العدو أصبحت لديهم الحروج القليل في وضع النهار نعم طيب لو تحدثنا على سبيل الحصر بماذا تقدر كمية هذه الجماعات المتواجدة سواء كان في محور غنفودة أو بقية ربما المحاور التي تنشط فيها أو الأطراف المحاور التي تم تحريرها من قبل قوات المسلحة هي لا توجد أحصائية معينة أو رقم معين أنت تعرف تقديريا محمد إذا لديك معلومات من جهات الاختصاص ليست لدي معلومة عن تعداد هذه الجماعات ولكن ما أريد أو أفيد لك أن هذه الجماعات نقاط كثيرة تتمركز فيها القوات المسلحة إذا كانت هناك نقطة فيها تقدم معين على نقاط معينة يتم هم توجدهم مع بعضهم لمساندة بعضهم هذا أكثر ما أريد أن أصرح به ربما يكون هذا تخصص القوات العامة لتصريحه ولكن أريد أن ننبه على نقطة واحدة معينة أن هناك عملية عسكرية كبيرة ستكون في الأيام القليلة القادمة بعد قدوم الكتائب المتواجدة هناك وكتيبة 302 الذي يقودها قائد الميداني محمد داودا جابسي بالأمس كانت متواجدة في محور قنفودا بعد انتهاء مهمتها في حقلي السدرة ورص نالوف وأتت هذه كتيبة تعتبر كتيبة مقاتلة لديها دور كبير في محاول القتال طيب محمد لدي سؤال يعني بخصوص ربما مساندة بعض من بعض هل أفهم من ذلك أنه للك سهولة في الحركة من الانتقال من مكان إلى آخر حتى لو كانت الأماكن هذه متجاورة لم أفهم غزتك من مساندة بعض هذه الجماعات لبعضها هي السهولة في الحركة عندما يكون هناك تعرف عندما تقدمت قواتها الصائقة وقواتها كتيبة 210 على محاة الهندسة ومحاة صوم البكم جاءتني معلومات من هناك من بعض المقاتلين أنه تمركز هذه الكتائب تتحرك من داخل منطقة جنفودا لمساندة بعض الزمنائهم الذين يقاتلون في قوات الجيش الليبي لمساندة تعرف أن منطقة هي منطقة واحدة تعتبر شوارع مفتوحة على بعضها في أهزاء من حي البسنيب وحي البنفودا يساندون بعضهم لربما لأقل الخسائر أو لدحر قوات الجيش ولكن بفضل الله أن قوات الجيش تمت دحرتهم بكامل تعدادهم ليس بالكثير عند ذلك النقاط نعم محمد العزومي مراسلنا من بنغازي شكرا جزيلا لك